إمامنا السجاد في حديث مفصل ينخله لنا أبو خالد الكابلي ولطالما قرأت هذا الحديث عليكم في برامجي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأنهم لا يخضعون لمسار الواقع العالمي حيث تسلب عقوله ولا يخضعون لمسار الواقع الشيعي المرجعي الضال إنه واقع إنكار وجحود بيعة الغدير هؤلاء هم أبناء الواقع الشيعي المهدوي على هذا المسار يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم أعطاهم عبر إمام زماننا فما شيء منا قبل قليل قرأنا هذا في زيارة الندبة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة يصل الفيض إليهم حقيقيا مثل ما يصل فيض الشمس وإن كانت الغيوم موجود لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة علينا أن نبحث عن هؤلاء لأننا نستطيع أن نتواصل معهم لا نستطيع أن نتواصل مع إمام زماننا بنحو مباشر ولا نستطيع أن نتواصل مع خواص مواليه لكننا نستطيع أن نتواصل مع رواة حديثه لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف ما هم يحملون السيف؟ إنهم دعاة تعليم وإعلام لم يتحدث إمامنا عن السيف هنا وإنما جعل سيوفهم في تعليمهم وإعلامهم في تبليغهم وتثقيفهم وإرشادهم وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا الدعاة عن طريق التعليم والإعلام هذان الجناحان الذين نستطيع أن نخدم بهما إمام زماننا التعليم والإعلام من هنا كانت مؤسسة القمر كانت مؤسسة للثقافة الثقافة هي التعليم للثقافة والإعلام أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا ولجل سرا وجهرا